هل حضرتك تعتبر أن تونس جاهزة الطبقة السياسية في تونس جاهزة طبعا هناك بعض الأسماء التي بدأت تلوح هنا وهناك الأسماء غير واضحة لكن هل تونس جاهزة لاستقبال رئيس جديد بإمكانه أن يكون بديلاً رئيس الراحل أولاً لكن أيضاً بإمكانه أن يحظى بهذا الإجماع على أقل العاطف الذي حظي به السبسي يعني بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات تنظيمها يوم 15 سبتمبر أي بعد الشهر وعشرين يوم هناك بعض الأسماء التي هي جاهزة يعني هي متموقعة على استطلاعات الرأي وجاهزة لخوض الغمر الانتخابي ولكن السؤال الذي أطراحه إن كانت هناك الشخصيات لم تكن تفكر في ترشح في وجود البيجي قاية السبسي والآن يعني بدأت الفكرة تراودها من أجل دخول غمار الاستحقاق الرئاسي هل فترة الشهر وعشرين يوم كافية لقيام بحملة انتخابية كاملة علماً أن لا يفوتكم أن الدستور التونسي يعني يوضي صلاحيات يعني دستورياً يحق للرئيس الانتقالي أن ينظم هذه الانتخابات خلال تسعين يوماً يعني هناك وقت لماذا الاستعجال في هذه الانتخابات وحضرتك تلمح أن الوقت ربما غير كافي يعني الاستعجال حسب ما فهمت مما صرحت به اللجنة المستقلة للانتخابات يأخذون باعتبار الدورة الأولى والدورة الثانية وبالنسبة لهم يعني ارتقوا أن تبقى تونس دائماً دائماً في الإطار الدستوري وحتى لا نخرج عن الإطار الدستوري وحتى لا تتجاوز فترة رئاسة سيد محمد الناصر فترة ثلاثة أشهر ولكن عندما نقارن الوضع بجارتنا في الجزائر كما تعلمون أنه عندما تقلد سيد بن صالح منصب رئيس الجمهورية في الجزائر كان من المفروض أن تنظم الانتخابات في أربع جوليا الجزائر خرجت من الإطار الدستوري ولغم ذلك تواصلت العملية السياسية والآن هم في حوار وطني كبير من أجل إيجاد هذه الصيغة التوافقية فقط المقارنة مع جارت الجزائر أعود سريعا إلى تونس والانتخابات المزمع في 15 سبتمبر أعتقد أن لم يكن هناك شخصية جديدة تفكر في دخول غمار الاستحقاق الرئاسي فترة شهر ونصف ممكن أقول ممكن ممكن تكون فترة كافية ولكن أنا شخصيا هل حضرتك تلمح إلى أسماء معينة ممكن أن تكون مرشحة؟ والله ممكن هناك أسماء سابق لأوانو ولكن أريد أن أكمل الفكرة أنه تمنيت من هائل المستقل للانتخابات أن لدينا حتى 25 أكتوبر تمنيت أن نكمل حتى يوم السبت ونؤجل كل أمور السياسية حتى يعني يوارى جثمان الرئيس الثراء وبعد ذلك يمكن العودة على الموضوع يمكن كذلك دخول في مشاورات سريعة مع الأحزاب التي هي أولا معنية والشخصيات المعنية بالعملية الرئيسية وبعد ذلك تكون هناك توافق بين الجميع ويتحدد وقته حتى أقول حتى لو تجاوز الساحة محمد الناصر ثلاثة أشهر حتى بشار في طريقة توافقية كان يمكننا فعل ذلك ولكن هيئة الانتخابات ارتأت ذلك حتى الآن لم يأتي أي اعتراض أو أي تصريح من طرف سياسي ربما الجميع ينتظر ينتظر احتراما لرازية سأنتظر سأنتظر